بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم موفا علي النهاردة ان شاء الله عايزين نتكلم مع بعض في آآ مقالة بتتكلم من جهة معتمدة يعني دوليا جهة امريكية بتتكلم عن شهده الف ام في اي ومعهد ال سي اف اي او 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 اه تعال نشوفوا المقالة كده بسرعة ونترجمها البعض نقرأ مع بعض كده ونترجمها آآ تعال نشوف كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنا آآ بيقول لك why the fmva is the fastest growing financial modeling certification ليه الشهادة دي تعتبر من اكثر الشهادات اللي هي يعني تنمو بسرعة تنمو بسرعة او 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 بيقول لك اهو find out why c f is financial modeling certification program will always be in high demand ليه هتبقى في طلب عليها? ليه هيبقى في آآ يعني ليه زي ما قال لك كده ليه في الاول هي آآ مهمة يعني بتنمو بسرعة قوي 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 اسرع الشاهدات في المجال ده النمو وشهرة في العالم كله. وليه كمان هنا بيقول لك ان هي عليها طلب عليه. هو ايه دوت? اه بيقول لك يعني عشان نبقى نبسط الموضوع هي اختصار يعني المحلل المالي ومقيم المالي بالنمزجة المالية. يعني محلل المحلل النمزجة المالية والتحليل المالي والتقييم المالي. طيب المحلل المالي ده زي ما قلنا كده بيعمل شغله كله بيعمل موديل تحليل شركات. الموديل ده بيبقى ديناميك تقدر تحط عليه آآ شركة اخرى بيانات شركة اخرى يحللها برضه بنفس ايه التول زي ما تعودش تلعب تاني عشان تعملها. آآ تقييم للشركات تقييم للأسهم. ما تعملش الموديل ده تاني وتبنيه من السفر تاني. لا انت عملته مرة خلاص. آآ التحليل المالي. الموديلينج تعمل موديلينج لأي حاجة للتقييم الشركة. لان ان انت تعمل قوائم مالية. ان انت تتنبأ للأداء المالي للشركة للأصول للكشف له كل حاجة. آآ يبقى الموديل هنا النمزاجة المالية. آآ ليه الحكاة دي يعني زي ما قولك كده يعني هي عليها طلب عالي جدا وان هي بتنمو بسرعة. يقولك مين ده 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 اه 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 جمعية تمويل الشركات العالمية. دي زي ما قلنا كده دي جمعية امريكية ماشي? آآ انا بس ايه مش ياخد بالي من الكاميرا عشان انا آآ انا بص الماتيريال كل مرة مش بتعاود ان انا يعني اصور آآ آآ واجه كده في بس ايه الله المستعب. طيب. يبقى احنا قلنا الكلام ده كلام مين? كلام الجمعية العالمية لتمويل الشركات. بتحكم على اداء هذه الشهادة وعلى مصدر هذه الشهادة اللي هو معهد تمويل الشركات. طيب. آآ لو انت عندك ثقة في هذا المعهد يبقى اهتصق في الشهادة بتاعته في هاب mateix هي بتقول لك انه محل ثق اها اذا. انه لذا pun اكون تغير ده مزود خدمة التدريب اذا كانت خدمة تعليمية مرافقة يعني جلوبال الراك pesticides ما اعترف بيه دوليا يعني في العالم كله. حاجة معروفة في العالم كله. ممكن هنا بعد للزملة ما يسعفوش في مصر مسلا او داخلين في بعض دول الوطن العربي. ولكن هو هنا بيقول لك وهو دي حاجة يعني ده معتوا في دولية من بدري يعني من زمان. واحدة من اقوى الشهادات العملية. كورسات عليها طلب عالي وكلها يعني تحليل مالي او محلل مالي يعني يعني طبيق عالي جدا ويعني حاجة كده مش نظرية وخلاص لا ده انت يعني بتطبق بيها كل اللي تتعلمه في ساعتها طيب ليه يعني اهتم يعني بالكلام بتاعك ده كل سنة بص بيقول لك كل سنة في اكتر من مئة الف بيعملوا ايه بيعملوا بيدخلوا لهذا المعهر عشان ياخدوا الشهادة بتاعته هي خد بالك انه مش كورس واحد زي ما قلنا كده هم اربعة وشرين كورس آآ مطلوب منهم اتناشر يعني في تسعة اللي هم بيسموهم ايه وفي تلاتة اختياري الجمعة كده تختار منهم تلاتة فانت مطلوب منك من الوابعة وشرين اتناشر كورس فهو هنا بيقول لك في اكتر من مئة الف كل سنة بيدخلوا للمعهر ده او بيعملوا من بلادهم من كام من مئة وسبعين دولة اروا زوارلي دي حاول العالم يعني اغلبيتهم كلهم عندهم نفس الجول نفس الهدف ان هم ايه يتعلموا بتحليل المالي تقييم الاعمال ازاي اعمل نمزجة مالية على مستوى عالي على ازاي ما قالك كده يعني حاجة آآ عالمية وما فيش اقوى من ان تثبت ان انت يعني يعني عندك مستوى عالي من التدريب والمهارة والحرفية الا الشهادات الدولية الشهادات الدولية هتقول ان انت فعلا تعلمت صح طبقت صح آآ وهي خصوصا ان الشهادة دي تطبيقية جدا تطبيقية جدا مشكلة شوية الكلام كنا هتقول او خلاص دلت هتنفز وكل شوية يديك سؤال عشان تنفزه طبق طيب ايضا بيحاول يقفل الفجوة المهارية ما بين ايمين بقى فيه فجوة في المهارات ما بين التعليم الرسمي والمطلوب التعليم المطلوب او المهارات المطلوب في السوق عشان ايه؟ عشان تبقى محلل مالي بمستوى الوورلد كلاس بس 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 كلمة الوورلد كلاس دي يعني بصراحة آآ مبهرة لي انا شخصية يعني آآ مستوى آآ عالمي يعني تبقى راجل محلل مالي على مستوى عايف لما بتلعب كده بيس انا عندي ابني بيالعب بيس آآ عشرين عشرين ومش عايف بيس آآ يجيب آآ الفون وسبعتراشر يجيب لها الباتش بتاعت عشرين عشرين وعشرين واحد وعشرين لسه ما نزلتشو كلام ده فقول لك انت تلعب آآ ولا مستوى ايه؟ المستوى اعلى حاجة لهو الوورلد كلاس ده فانت محلل مالي بأعلى مستوى مستوى عالمي طيب كلام جميل جدا طيب المستوى العالمي ده يعني هنه هنعمل هنعمل في ايه؟ انا بيقولك هتفيدك في انك هتزود لك فرصك ان شاء الله فرص ايه بقى فرصة التعينات فرص الترقيات آآ في ارتفاع في مستوى يعني ان في عندك منافسين كتير على نفس الوظايف بتاعتك في سوق العمل يعني الضغط على الناس اكتر واكتر تطالب منك ان انت لازم تضغط نفسك عشان تاخد هذه المهارات او هذه الكورسات اللي هي تعتبر النهاردة كورسات يعني واجب ان اي حد في المجال ده لازم يكون فاهم كويس لازم يكون شاطر في الانترنت شاطر في اه تحليل البيانات شاطر في ايه الاكاونتنج الفاينانس الزي ما قالك كده الاستراتيجي الحاجات الاساسية اللي بيقولك عليها دي آآ يعني زي ما قلنا كده لو بصيت في الاربعة وعشرين كورس هتلاقي ان هي ما فيش مفيش بيزنس في الدنيا لا يجب ان هو يعني سواء انت صاحب البيزنس او شغال في البيزنس او يعني او من قريب او من بعيد لازم تكون عارف الحاجات دي آآ الزيادة دي هتساهم معك في ايه is how اتراكتيف بروفيشنال سيرتيفكات ابير اون اريزيمي الشهادة المهنية الجزابة دي تظهر في بتاعتك الشركات او الموظفين الناس اللي هتبت تطلب يعني موظفين بتطلب مهنيين بيدوروا على الناس اللي هم دايما عايزين يطوروا مهاراتهم عايزين يحسنوا آآ دايما بيحسنوا مهاراتهم وبيلتزموا اكتر وعندهم ايه ان هم يضغطوا نفسهم ويلتزموا عشان ياخدوا شهادات احتوافية زي كده حلوة او طب والكلام ده وبعدين ايه ده كلام ايه اخب بالك الكلام ده كله كلام الجامعية هل هي هتفضل في تمدح فيهم كده مسلا هاي اللي لها مصلحة بتعمل لهم ترويج ولا حاجة ولا هتيجي بعد كده آآ تنتقد الله اعلم يعني ده المفروض انده مقال منشور على الموقع اللي هي ترحباتكم وده كلام الجامعية الامريكية بتاعة تمويل الشركات. آآ. مش بس هتحسن لك يعني المستوى اللي يعني الفرصات ان انت تتعين في المستقبل كمان كفاعتك في العمل الحالي بتاعك والمهنية بتاعتك يعني ان شاء الله الترقيات للناس اللي شغالة. دراسة حوالي ميتين ساعة بس تخلص الشهادة دي وتاخدها وتاخد هذه المهارات يعني العالية اللي هي اللي قال لك اللي هي العملية. هل هي يعني تساوي تساوي التعب ده والكلام اللي انت عملت وقوله ده? ولا لا? آآ بيقول لك لو هو بالعائد على الوقت بتاعك لو انت بتقسها بالعائد على الوقت بتاعك ولا بالعائد على الفلوس اللي هتدفعها يعني آآ تعليمك المهارات دي لاربعة وعشرين مهارة دي ازاي تستخدم الاكسل ازاي تستخدم ازاي تعلم ده حتى كمان فيه فيه بتاعت الفاينانس فيه احصائيات فيه حاجات رائبة هتلاقيها مسلا في آآ في كورسات في الجامعات العالمية بتشرحها آآ 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 ازاي يبه هي فعلا تستاهل معمولة بناس محترفين ناس خبراء ايه المهارات اللي الموظفين او صاحب الاعمال بيدوروا عليها عشان يشغلوها. اصلا النهاردة نظر رئيس الامريكي اه اعتقد ان الناس متابعين. قال لي خلاص احنا مش عايزين شهادات شهادات تحت الجامعة دي خلاص. ما عايزش لازم. الناس النهاردة تتعاين بالمهارات. والشهادات الدولية. شهادات دولية. انت تعرف تعمل ايه? تعرف تعمل ايه? ما تقعدش تقول لي انا معي اه باكالوريوس منين? لا 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 خلاص. تعرض على الكمبيوتر كده وتوريني يعني اه تطلع وتنزل وتنفذ اللي هي ايه? بتطلب منك فهل? الشهادة دي عمل ايه جدا? زي ما قلت الحلواتك وكده بتطبق كل اللي اللي الناس بتعلموه في الشهادات في الشهادات الدولية الاخرى زي السيم ايه? في كورس في كورس في كورس حاجات كتيرة او كل حاجات تعلمتها بالطبعها هنا عاملي بقى تنفذ على انا يعني مش مش كلامه على الورق وانت عادت تدريسه وبتاعه وحساباته على الورق وخلالها انت بتطبق على الاكسل وتطلع نتائج ولو اخطأ بتدور على القطأ جمنين وبتاعه طيب. خلاص هنا الجابة اللي هي بتاعت انه هو اه يستاهل واس وكمان قالك يعني محللين ماليين او محلل مالي قوي. زي اس زي اف ام في ايه بتغطي اه نقاط او او نقاط يعني بتخليك تبقى فاهم الاكاونتنج. كورس مثلا زي كورس الاكاونتنج الفاينانس الاكسل الحاجات دي كلها من يعني مش اللي هي مطلوبة منك لانت لازم تاخدها. بس لازم تكون عارف الحاجات دي قبل ما تبدأ. اه فانت خلاص لو عارفها مش لازم يعني تقش الكورس بتاعهم. ولو ان هو في حاجات من دي فتح لك فري يعني فتح لك فري. اه هنا اكاونتنج فاينانس اكسل. دي بقى الكور بقى. ازاي تعمل الموديل بقى? وازاي بقى ديناميك? يحسب لوحده كل الحاجات دي. اه ينفع يتحط عليه بيانات شركة اخرى. البرزنتيشن. ازاي كفاءة العرض ازاي تعرض? ممكن تكون بياناتك حلوة بس بتعرضها بطريقة مش حلوة. استراتيجي. استراتيجية والتخطيط طويلة الاجل. اه بيقاطيلك التدريب الشامل ده كل النقاط التخصصية. بذلك الشهادة دي بتساعد المتدربين. نتقوي النقاط بتاعتهم والمهارات العملية. ان هي تخليهم يعني اه تقويهم في هذا المجال. اه مش عارف انا مش عارز اطور على حركة ولكن يعني ممكن نكمل المقالة دي في فيديو تاني. طيب شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.